السلام عليكم شكرا إذا ما عمي عندك شي دي اللي متوتا عمي اللي متهالي علي ما عمي؟ لاي لا هي لله ايه؟ نعم بتي حالة هرني بزافة عمي كلها مردين بل شوي زي ولا شي واحد عطف قلت صابي تكل عصاكي 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 بحل كي عصاكي 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 وعنه وغلت بزافة اللي عمي ما عرفت عصاكي عداي بحلم الساعمي تنست خلاك وكانت شن ما عمي بذكي لاي لا هي لله وكشي في رحالي وعدك نحوله من حالي تنكي عديبان خالف يفرج عليك بني طي يفرج عليك للا خديشة ويحملك الوالد أن أعمله مدنينا عموشي دعاء نعمله محظم نظام مدرس العاملية العوين سيعمل ويحملك الوالد أن أعمله مدرسي دعاء يفرج علي الله سبحانه وتعالى الله يفعي عليك عمي وكان شي محسنين أعمله يكتازين أعمل مساعدة هذا الوالد جاننا إيانا مسكنة ومسكنة 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 إياه ومسكنة والله يفرج عليك أعمل ومسكنة يفرج عليك أعمل 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 من المثالك أمي ومعثي يا العلي أمين شكرا لك الله يشبك بتي خديجة وظهي شفيفة فيك لا حول ولا قوة إلا بالله بتي خديجة الأمراض النفسية هي كثيرة ومتعددة ومتنوعة ولكن معظمها ممكن أن نصنفه في الوسوس هناك الاكتئاب هناك القلق هناك التوتر هناك الاضطراب هناك أنواع كثيرة لكن معظم الأمراض النفسية حتى هناك دراسات تقول أكثر من سبعين في المئة منها هي مجرد وساوس والوساوس هي في الحقيقة هجوم لأمراض أو لكائنات روحية كائنات روحية حلذا بعدنا الفيغيزي الكورونا هذا كائن بيولوجي يهجم على الجسم البشري وينتقل عن طريق الملمسة أو العطاس أو غيره كذلك هذا الوسواس هي كائنة روحية تنتقل من إنسان لإنسان وإذا وجد الإنسان ضعيف فإنها تسكن فيه وبالتالي تعذبه عذابا أليما ربنا سبحانه وتعالى في كتابي العزيز أمرنا بأن نستعيد منها وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هي كائنة روحية ربنا عز وجل خلقها وأعطها هذه القدرة الله خلق الخير وخلق الشر خلق الحق والباطل خلق الإيمان والكفر خلق الضل والحرور خلق النور والظلام خلق المتناقبات لماذا خلقها الله عز وجل؟ لأن الدنيا فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها امتحان لكن هذا الوسواس الخناس على من يتجه وإلى أين يصل هو يبحث عن الناس الذين عندهم حيرة الناس الذين عندهم اضطراب فيقتحم صفحتهم النفسية وبالتالي يعيش بداخلهم يعيش في وسط نفوسهم ويهتف هواتف في عقولهم وغالبا هذه الهواتف تكون سلبية تكون ضمامية تكون مقززة وأحيانا تكون مؤلمة للغاية فصاحبها يتألم ويقع في السرع داخلي مع نفسه هو لا يتسرع مع الآخرين المسوس يدخل إلى بيته ويقع يغلق عليه غرفته ويطفئ عليه الضوء ويبقى في السرع مع ذاته لماذا هذا الوسواس ماذا يفعل بك؟ هو في الحقيقة هذا الوسواس هو يعيش يعيش من من الأجسام المريضة نحن في أجسامنا عندنا مواد خلقها الله تعالى بها يقتات هذا الوسواس من بينها عندنا مواد التي تعطينا الحيوية والنشاط في أجسامنا هو يأكلها يتغدى علينا يتغدى عليها وبالتالي كلما ازداده قوة يزداد المريض ضعفا والعناج هو طويل وله شعب وله مراحل وله أطوار كثيرة في علم النفس وفي الخبراء في الميدان يعلمون بأن لابد أن تقطع مراحل كوميا فاز الدوز المراحل الأولى الثانية والثالثة وأدوية لكن في الجانب الديني ممكن أن نقضي على هذا الوسواس ضربة واحدة ضربة واحدة نقضي عليه ويفر بأمر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مراحل لا يحتاج إلى أطوار لا يحتاج إلى فترة زمنية مديدة طفرة واحدة يعني بات ما يصبح بأمر الله الواحد الأحد كيف ذلك هذا الوسواس هو أولا يوسوس لك في العقيدة يأتيك بأن الله معك أو الله غير موجود أو أن الله موجود ولكنه لا يهتم بخلقه أو أنك دعوته ولم يستجب لك أو أنك لم يحمك من خطر المهم يبدأ لك بالوسوس على مستوى العقيدة يوهم في قلبك العقيدة مع الله العلاج يبدأ بمدى يبدأ بأن نقوي جانب العقيدة الله معنا الله معي الله ناظر إلي الله يحميني الله يسمعني الله يراني الله يدعمني الله يقويني دائما الله معك احرص على معية الله إذا كان الله معك فلا أحد يستطيع أن يكون ضدك مهما يكون الخلق كلهم لا يستطيعون أن يكونوا ضدك إذا كان الله معك وكيف يكون الله معك أن تكون أنت مع الله أن تكون أنت مع الله طبعا هناك بعض الناس يريد أن ينخرط في ذكر الله ويتصل بربه لكن الوسواس الخناس لا يتركه وشأنه يبدأ بالوسوسة يبدأ بالأفكار الظلمية ويقطع عليه الحبل لهذا نبدأ بماذا؟ نبدأ بأذكار معينة أولها ما هي؟ ذكر لا إله إلا الله هذا الذكر عظيم لا إله إلا الله هو سهم سهم عظيم يجعلك ترتفع إلى أعلى عدهين كلما رددته ارتفعت ارتقيت 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 حتى تصل إلى أعلى مقاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفسيتك تتقوى من الداخل نفسيتك تصبح عندها قدرة على الدفاع حينما يهجم عليك هذا الروح الخبيث ليأكل منك المواد التي يتغدى عليها والتي تعطيك أنت الحيوي والنشاط فتصير بعد أن يتغدى عليها أنت ضعيف وهذيل هذه الكلمة الطيبة تجعلك في صراع معه وبالتالي تغلبه بأمر الله إذا تابعتها وشعرت ما زال هناك عندك ضعف تقول الكلمة الثانية وهي ما هي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله نكررها ونقولها مرارا وتكرارا بلا عدد وسوف ترى العجب إذا قدر الله تعالى وما زال هذا الوسواس يحتويك من جانب عنده خدع وأنه يتصل بك ويستطيع أن يؤثر فيك سلبا نقول إن لله وإن إليه راجعون إنا لله وإن إليه راجعون هذه أبكار ثلاثة إذا وضب عليها العبد المؤمن فإنه يتقوى ويصير عنده جهاز دفاع مضاب لكل الأفكار السلبية ولكل الخواطر التهنية ولكل الأشباح الروحية وبالتالي يتخلص من هذا الوسواس وهناك طريقة متلى وعظيمة جدا لأن هذا الوسواس يأتي من الهموم لما يقتر الإنسان الهم تلو الهم والخوف والوجل تأتي الوساوس أحسن طريقة أننا نفعل طريقة مضابة ما هي؟ وهي الإكتار من الصلاة على النبي المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما الذي يقع عند الصلاة على النبي الكريم؟ ربنا يبعث إليك الملائكة هناك ملائكة سياحون في الأرض يبحثون عن من يصلي على النبي فيأتون إليه ليبلغوا صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث ما من مجلس يصلى فيه على النبي الكريم إلا ورائحة طيبة أطيب من المسك تمتد من الأرض حتى تصل إلى عنان السماء فتقول الملائكة هذا مجلس يصلى فيه على رسول الله فتحفك الملائكة وطبعا إذا حضرت الملائكة فرت الشياطين طريقة بسيطة جدا ومجربة بالعشرات والمئات لطالما عرفنا أناس كبار وصغار بل أناس في مستويات عالية تسلط عليهم الوسواس الخناس واستعملوا أدوية طويلة منهم من استمر سبع سنين ومنهم من تزاوز العشر سنين بل منهم من بلغ العشرين سنة ولم يتخلص من هذا الوسواس القهري وحينما تبع هذه الوصفة ويأنه يملأ وقته بالذكر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون ثم يكتر من الصلاة على النبي المختار يجد الملائكة حوله من كل جانب فتفر الشياطين وبالتالي يشعر بأنه مطمئن وأنه متزم وأن عنده سكينة بل أكتر من هذا لما يكرر كلمة لا إله إلا الله تصر عنده قوة لا تقهر عنده قوة لا تنهزم عنده إرادة فولادية وحينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حياته تتغير كلها من عنة ومن تعب ومن مشقة ومن حجرة إلى عزة وإلى جلال وإلى خيرات وحينما يقول إن لله وإن إليه راجعون الله تعالى يصير هذه الحياة طيبة قبل أن تأتي الحياة الآخرة نحن سوف نرجع إلى الله تعالى هذا معنى لا تعظم الدنيا في قلبك ما معنى إن لله وإن إليه راجعون يعني لا أعظم الدنيا في قلبي يعني مهما حدث لي من مشاكل مهما ضاع لي من مصالح ومن خيرات لا أحزن عليها ولا أهبه لأن كله إلى زوال إن لله وإن إليه راجعون هذه وصفة إيمانية بسيطة مجربة من أقامها بصدق ويقين سيرى العجب العجب فأسأل الله الكريم بنت خديجة اللهم تعالى يشافيك ويعافيك أسأل الله تعالى أن يمدك بالصحة والعافية وتمام العافية أسأل الله تعالى أن يباعد بينك وبين الوسواس الخناس كما بعد بين المشرق والمغرب أسأل الله تعالى أن ينقيك منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويغسلك منه بالماء والتلج والبرد ويجعل بينك وبينه حجابا لا ترينه ولا يراك لا تسمعينه ولا يسمعك أسأل الله تعالى أن يحفظك بالسبع النتان والقرآن العظيم آمين آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة